هو انا هقولك على حاج مش يابوك كان ساعات ياخدك مشوار يقولك بص اللي انت عايزه اللي في نفسك اختاره فانت تختار حاجه يقولك بلاش دي ما انت ايه اللي في نفسك مش لازم تفهم وقالك لأ ليه مش لازم تعرف حاجة مش لازم تعرف اننا في ذكرى اكتوبر المجيد واللي في الوقت يا سيسي بيحتفل بيه عندنا قصرة مش عارفين انا هم حاجة في السودان مش لازم تفهم يا عزيزي حكوا يا حكوا حكوا في اكتوبر حكوا في اكتوبر اللي انت كنت تبعت فيها جوابات غرامية بتحكوا في اكتوبر ليه بقى لك من اكتوبر انت وبعدين طلقت احتفل بابطالنا وناس اللي لينا شباب مصريين اسرى لدى الدعم السريع في السودان ألا هو انت ليه بتستخدم الناس قوي كده ليه بتستخدم الناس بالشكل الغبي والسخيف ده هو انت ناسي ان فيه جندي حفرنا عشان التفريع لقينا بقايا رفاته وبطاقته ورقمه العسكري عملته لأسرته ايه بس يطلع وديه ابشح حاجة في البشر انك تستغل لأبطال عشان بس تعمل لقطة عليهم ان احنا ربنا عيكا فيقكم انت بتحق يعني طب والأسرة المصريين اللي في الدعم اهو الخبر اهو بيان جديد للدعم السريع يحزر القاهرة ويدفقنات الحرة الامريكية ويتحدث عن ضبط مقاتلين مصريين الأسرة بتقنى دول قال له طب بلاش عم بلاش عم سيبك من الله جديد الجنود بتقنى اللي تقاتل على الحدود على حدود رفح على المعبر اللي قتلتهم اسرائيل ما جرتش اهليهم ليه وعملت مشهد وفيلم زي اللي انت عملته ليه انما ما تفهمش ما تفهمش وليه جايبين كل السلاح ده طالما لا بين دافع عن نيل ولا عن جزر ولا عن حدود ولا عن شهدة ليه اشتريت بكل الاموال دي سلاح وهو طالع بيقولك وبيقولولي بتجيب سلاح ليه اسمعوا بقى كده اه وانا عايز اقول بس ان كان اسناء وكان دا بتال دلوقتي يعني كان هلمو كان مطلوب ان احنا نجيب اه اه يعني اسلحة للقوات المسلحة في الفاتف العشرة سلي فاتوا دول انا مش هجاب على السؤال ده خالص ومش عشان الحرب اللي موجودة دلوقتي لكن لازم دي تعرفوا ان ان الحفاظ على قوة الدولة الشاملة بكل معانيها القوة العسكرية والقوة الاقتصادية والقوة الثقافية وقوة الوعي امر مهم جدا جدا ونشارك فيه كلنا فانا مش هجاب على السنقول اه شفته بقى لا 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 حتى لو ما كانش حصل اللي حصل دلوقتي لابد من القوات المسلحة والشرطة تبقى فيه اعلى طب وانت عملت يه دلوقتي يعني يا شعب مصر المختار لازم تعرفوا ان الزعماء عندنا في البلاد العربية بيشتروا السلاح لسببين لسببين ما لهمش ثالث اول سبب ان دي سمسرة انت عتفين الراجل ده بيسمسر في السلاح بياخد عمولة ثاني سبب انه ده بيشتري بيه تقيد الدول الغربية انت لما تشتري سلاح من فرنسا والحيدة دي الرئيس الفرنسي او الالماني او غيره ما صنعه بتشتغل دخل البلده يعني الشعب يرضى عنه فالشعب لما يرضى عنه فماكرون يفضل موجود ومش عارف مين في المانيا يفضل موجود فبالتالي هو يدعمه يعني شراء السلاح في العالم العربي العظيم هو دول الهدفين بتوعه انه بس بس الصنع هتقول لي تم السعودية اكبر دولة بتشتري سلاح مش السؤال بقى هتعمل بي ايه لا والسؤال هي ساعة متيجة حرب السعودية هتستخدم السلاح ده الكلام ده تقوله عند ملوطفي او عند انشراح لان السعودية فيها قواعد امريكية هتحارب بالنياب عنها ما تقلقش وعا تنسى ترامب لما قال الملك السعودي بالنص كده انا لو طنشتك ثلاثة اسابيع هتتشل من العرش ما تقلقش قوي كده هو اللي بيغبط في الشعب السوري كان بشار الاسد ولا روسيا روسيا الناس دي فيه ناس بتحارب بالنياب عنها انما السلاح ده بنشتريه عشان فيه جينالات بتسنصر وفيه بقى تأييد من القوى العظمى صاحبة السلاح ده اننا نفضل قاعد بس ايه سعى لك ده كل حاجة بقى انت مش لازم تفهم حاجة انت بتبقى بقولك بتبقى قاعدة تتفرج على الماتش وامك تقولك اجري بسرعة عارم الزبالة ليه بسرعة هي الزبالة عايزة تخرج تتمشى ليه بسرعة هارميها بعد شوية بسرعة دلوقتي ليه دلوقتي مفيش مشوكلة خلاص هي انت ما تفهمش ايه سعى لك ده كل حاجة في الامن القومي ترانو صنافير لفلادلفيا الاخ 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 انت مش من حقك تعرف مش من حقك حتى تسأل انت لسه صغير يا عبيط اهو الجرافة اهو بتفضل يا بيه مش لازم نفهم الدليل المريح للتعامل مع السنين حكم السيسي في الامن القومي مش لازم نفهم هو راح وقع سد النعضة ليه لماذا تنزلنا مالكش دعوة هو يعلم ما لا تعلمون مش لازم نفهم لما تنزل عن الجزيرة تيرانو صنافير للسعودية ليه عشان هم وقاليتلو مالكش دعوة بقى مش لازم نفهم تنزلنا على حقوق الغاز في قبرس واليونانو اسرائيل كان بيكيد في تركيا بس دوقتهم أفحبايب بس انت مش كنش لازم تفهم وقتها انت لسه لسه صغير مش لازم تفهم سايبين اسرائيل تقتل جنودنا في معبر رفح ليه من غير رد برضو ما تسألش عيب حاجات دي بيكلم فيها الكبار وإيه اللي قادك مع الكبار مش لازم نفهم سايبين حمدتي يأسر جنودنا من غير رد أو معلومات مش لازم تعرف برضو عيب ده كلام بتاع الكبار ما تكبر هنقولك مش لازم تفهم ليه الجيش شغال في الاقتصاد وصايف الحدود مش لازم تفهم يا أخي انت عبيت ليه ارتاح انت احنا هنا في الدول المتخلفة مهمتنا نريح المواطن نريحه من الفكر انه يفكر ويسأل أو نريحه خالص نديله الفيزا بقى للآخرة أما في العيشة والاقتصاد وحياة الناس ماشي بقى نفهم لا مش من حقك تفهم مش من حقك تفهم خالص انت بتبقى طالب أوردن من برة وبعدين الأوردن يجوا ومك تقولك ليه ما نعمل أكل ما حدش قال لي ما لكش دعوة انت سألت ما انت لو سألت هتقبطيني بالحلة مش مشكلة كنت تسأل الأول مش من حقك تفهم ليه الدعم ترفع عنك وإيه شروط الصندوق الجديدة اللي هترفع العيش والكهرباء والوقود تاني قد الخبر هو تفضل يا بيه قابل وقاعد استجابة لصندوق النقد مصادر الحكومة المصرية تستعد الخفض جديد في دعم الخبز وزيادة أسعار الوقود والكهرباء مش من حقك تسأل شو بقولها ايه انت مرتبطة اصلا برتبط في اي وقت يا عم انت هتجل الكلام ده مش من حقك تفهم انت بص انت خش بلدنا وسيب نفسك بقا بص وانت سايب ايدك كده همر مطاك مالكش داعه انا خليك تلفح عن نفسك مش انت عايز تلفح عن نفسك دي مهمتي انا دي مهمتي انا القائد من الساعات يقولك انا عايزك تبقى مرن تاخد قرارك في الوقت الحازم الصحيح تيجي تاخد القرار يقولك الله انت ليه ما رجعت ليش يا بني آدم ما انت ايه اللي اكون مرن مش من حقك تفهم ولو اتكلمت اتشال صوتك وكلامك حتى لو كنت وزير سابق وطبع النظام زي الصوت ده كده معروف ان انا من المعترضين على التحول من الدعم العيلي للدعم النقدي قبل توفير الشروط اللازمة لكفاءة وعدالة نظام الدعم العيلي انما مثلا في احد البرامج لسبوع الماضي فقعت بانه عملنا حلقة كبيرة عن الموضوع ولكن هذه الحلقة اختفت من السياق دي نحاول نحصل نحن نسخة منها حتى الان مش عارفين نحصل ما عرفش ده بيعب خريبة جدا الحكاية دي دكتور جودة يعني اين زابت الحلقة غريبة جدا زريف يا عمر قوي غريبة غريبة ومش غريبة ده محمد بنير زمان وبعدين الدكتور جيبنا جودة عبدالخالق ده ده كان تبعكم ده وزير تموين بعد الانقلاب ده جيبنا جودة عبدالخالق ده قاعد بوقت كبير جدا يعني ايه ليه زعلانين منه دلوقتي وتشيلوا للحلقة مش بس كده ده انت مش لازم تفهم كمان خالص وتشيل الفاتورة يعني انت تدفع بس انت مهمتك نحلبك بنقول طور يقول حلبوه طب ده طور يتحلب ازاي ينحلب ابوه تدفع الفاتورة حتى لو السيسي كان سبب فيها ايوة مال امال تبقى وطني ازاي ازاي تبقى وطني وانت بتدفعش ثمن اخطاء الزعيم الذي لا يخطئ ابدا زي بيقول الموقف في مصري اهو عن سبب ازمة الوقول الرئيس يتساءل الدولار غير ليه ونحن نجيب من المسؤول افضل رد على كلام الجعر هو بيانات مشروع موازنة 24-25 اللي بتوضح انه اقصات وفوائد القروض بتمثل 62% مش الفويل اقصات وفوائد الديون 62% من اجمالي استخدامات الموازنة العامة 62% من اللي بتصرفه البلد رايح على خدمة الدين وده اللي خلق نزيف دائم للدولار يعني لكنك تتخيل انه مع كل موازنة خلال 10 سنين بس من 13 ل 23 مصر دفعت كم مليار دولار خدمة ديون مش الموزيل العرق باي معيار استثماري اللي حصل اقرب للخسارة صفية ما عدا بالفعل بعض المشروعات الضرورية خصوصا انه غالبية القروض دي لم يتم استثمارها في اي قطاعات انتاجية توفر من الاستيراد ولكن الجملة المليارات دي في اسفلت واسمنت مش الفويل وحاليا الدولة دخلت دوام الترقيع الديون وبتقترض عشان تسدد خروض قديمة وده اللي رفع اسعاره المنتجات لمستويات كاسية في ظل تفضيل الحكومة سادات الديون الخارجية على حساب استيراد الحاجات الاساسية لدولة وبالتالي بترتفع اسعار المستوردات بفعل نقص المعروض منها كل ده لانه الجعر قرر وحده انه ينفق عشرات المليارات من الدولارات على البنية التحتية بدون ما ياخد رأي المصريين اللي بيتفعقوا تمن القروض دي على هيئة غلاء وضرائب الى ما لا نهاية وفي الاخر بيحملهم المسئولية عن الازمة على رأي السيتيبه ده انتم ما تعرفونيش صحيح مش من حقك تفهم مش من حقك تعرف مش من حقك تعرف اي حاجة عن الفقر اللي بيزيد يوم ورا يوم واللي بيخلي الناس تبيع جسمها حرفيا وبتصرخ كل يوم من حياتها المستحيلة زي الخبر ده كده بيع ارتفاع معدلات الفقر ينعيش تجارة الاعضاء في مصر وسطاء ينتشرون في المقاهي وتدوينات على فيسبوك ده عربي بوست بتاريخ 13 عشرة الله يخرب بيت سحنتك بس بيحكي لك هنا انه في الفترة الاخيرة عصابات تجارة الاعضاء في مصر زادت وفي وسطاء منتشرين على المقاهي الشعبية اللي معروفة اللي ما بيشوق غياب امن يعني وبيغروا المواطنين بمبالغ مالية كبيرة مقابل بيع اعضاءهم وبيحكي بقى انه مجموعة من الاشخاص نظمت في محافظة سوهاج جنوب مصر واستدراجوا المواطنين المحتاجين للمال واتفقوا معهم على انهاء اجراء التأمين على الاعضاء ومنها العين اللي بتصل قيمتها الى 25 مليون جنيه ومن ثم اتلفها طبيا واختلاق حادث للحصول على قيمة التأمين يعني يأمن على عينه وبعدين يختلق حادث تتلف العين ياخد التأمين وقادت الصدفة للكشف عن العصابة عندما لاحظ احد العاملين بمستشفى سوهاج نقصا في بعض المحلل الطبية اللي بتستخدم في العامات الجراحية وابلغ ادارة المستشفى اللي حققت في الامر وتوصلت الى ان احد الممردين وراء سرقتها وكشفت التحقيقات مع الممرد عن عصابة التأمين على عضاء في سوهاج واعترف الممرد باشتراكه مع اخرين في عملية اتلاف اعضاء بشرية مؤمن عليها لاحدى شركات التأمين على العضاء للحصول على قيمة التأمين والتي بلغت للعين الواحدة 25 مليون جنيه مصري وللساق 75 مليون جنيه وقبل هذه الوقع بأيام ضبط للاجهزة الامنية طبيب تحليل طبية عمل على استقطاب المجني عليهم من الفقراء ويواقهم في مساكن تمهيدا لشراء اعضاءهم بسمن بخس في حين يحصل هو على مبلغ ضخ خلال هذا التقرير حاول عرب بوسط الوصول الى حالات الى اخره بقى في رواية زقاية المداء للأديب العظيم نجيب محفوظ في شخصية سكنة الزقاية ده غالبا ان ما اقتقش يعني اسمها زيتها تقريبا الاسمه مش قوي يعني في دماغي انما هو مهمته ان يجي له واحد صحيح كده يعمله عاهة عشان يشهد بيها هو ساكن في فوق الخرائب كده في الزقاء وبيحب واحدة اسمه حسنية شخص بشع بس لما تشوف المواقف الناس حتى في الفيلم حسن الامام جابه انه شخص مهمته يشوه الناس عشان الناس تشهد بعد كده تخيل غالبا اسمه زيتها تخيل انه ده موجود دلوقتي ممرضين بيشوه الناس بس مش عشان يشحتوا منليم او قرش في الحراط وعلى ابواب المساجد دول عشان ياخدوا ملايين تمن العين او تمن الساق ايوا في الرواية دي اسمه زيتها تقريبا تخيل زيتها دلوقتي ما بقاش شخص مطرود من الزقاء منفر زي ما هو في الرواية ده بقى دلوقتي ممرض ما شاء الله وعصابة ما بقاش لوحده حضرات السادة الناس وصلت لمرحلة انها بتستعيد مرة اخرى زيتها لان الناس ضجت من الاسعار زي بتقول المواطنة دي تعالى بص البيضة بسبعة ونص وحيث الجبنة بخمسين جنيه افتر بيوم انا الوحي بخمسين جنيه الف ونص في الشهر بطار بس ولا جنبها جبنة يا رومي ولا جنبها زتونة ولا جنبها هالي حاجة يردمين الزلم دا احنا استعيدنا بالكلام يردمين روح تجيب الالاج بتاع السكر والقلب والضغط قالت مفيش ناقص اما الوزير بيعمل عندينا اما الالاج اللي احنا الناس الغلامة ناقص مش من حقك تفهم قولي الكلام دا يا مدام او يا حجة قوليه اللي ناشا تديها ابو الزابط قوليه لأحمد موسى قوليه اللصوص والمنافقين والمعرضين اللي عمانين وهمو كننهاشين في دولة تانية مش من حقك تفهم ليه نخبي ارقام الفقر مش من حقك تفهم ملكش دعوة مش قصتك احنا نطلع الارقام اللي عايزينها ونخرج الارقام ونخبي الارقام اللي احنا عايزينها اخفاء ارقام الفقر لنك مش من حقك تفهم صحيح مصر فقراء مصر رقم مجهول صحيح مصر وحقق في اسباب امتناع جهاز الاحصاء عن اصدار بحث الدخل والانفاق الاجهزة الامنية منعت اصدار التقرير العام لعام 23 منعته اللي بتقول فيه نسبة الفقرة كام ايس على كده يا محترم كل حاجة كل حاجة تخص حياتك ومعيشتك ولادك المدام كل شيء من الديون للبنزين للعيش للكهرباء للسجارة مش من حقك تعرف انت عيش بس عيش وكل ارقيش عيش وتمشى مش من حقك تعرف كل اللي انا هقوله لك ده اهو مش لازم نفهم مش لازم نفهم عويمنا الجنيه ليه واخدنا ايه بقى من تعويم الجنيه طب وليه خدنا قروض من السندوق مش من حقك تفهم ليه ازمة الدولار مستمرة رغم بيع الاصول والقروض ليه صرفنا مليارات على العاصمة الادارية والعالمين